السلام عليكم. عليكم السلام. متفضل. كيفك يا شيعة? الحمدلله سني ولا شيعة? لا شيعة انا امس كلمتك بخصوص علاء المهداوي. اه ايه رأيك في الفيديوهات اللي عرضناها لعلاء المهداوي? يعني انا امس يعني قلت لك رأيه بصراحة انه هو شخص شاد عن الشيعة. وانه هو يعني. احنا جبنا له فيديو. جبنا له فيديو وانت معايا كده. جبنا له فيديو. بيعمل حاجات غريبة عند الضريح. وبيقعد يوطي ويخلي العيال اللي وراء بص بص يعني هنا بص بيوطي هنا. بيوطي هنا للعيال. بص بص الولاء اللي وراء ده يعني سعبان علي قاعد يوطي العيال ويجبنا له حاجات غريبة جدا. ايه ايه. ليه بيعمل حركات دي? هو انتو عندوكو كل يعني المعممين بيأمروا بكده? ولا هو ده حالة شيعة. لا لا يا شيعة. بيفتح بقه بقه. بيفتح بقه. الموقع الشيعي يتصل علي. نعم. نعم. بس انا تعقيبي يا شيخ انت كل موضوع اللي كنت اطرحي قبل كانت مفيدة. يعني ما لازم نشغل البثوث ووقت. حبيبي والله نوى ارجع ان شاء الله بس او كان في الحلقة اندل وفي حلقة مش هيبقى وقتها دلوقتي. بس كان لازم وقفة لهذا الخسيس اللي ليل وانهار يطعن في عرض النبي. ورب الكعبة لو وردكم الرسالة اللي هو بعتها لي على ام المؤمن عائشة. كلام يجعلك يعني يجعل الكفر جسمه ويقاه شعر منه. كلام قبيح يعني الاباحية دي بالنسبة له هذا بسيطة. فانا كنت باستغرب لحد ما شفته بيوطي كده للعائل في الحسينية ويقعد يسرخ جامد ويوطي لهم جامد. شوف الولا يعني شوف الولا. فانا عشان كده بس انا طولت اليومين اللي فاتوا دول النهار ده وامس. عشان نبين حقيقة هذا اللي بيقعد يوطي للعائل في الحسينات وكان في سجن الفتيان في في العراق. لكن شاء الله يعود البثي تاني حبيبي. من غدا بإذن الله. ولكن يا شيخ يعني انا والله اتعلنت العقلانية واني صدت افكر ما اسمع للمعلمين او الشيء. انت اسمك يا حبيبي. منك. الله يحب. انا عبدالله. عبدالله. ممكن اتلك منك طلب يا عبدالله. فضل. اكتب لك رقم الخاص وتتواصل معي غدا الظهر انا وانت. ان شاء الله. طيب. ولكن يعني بعد رجوع من المدرسة. وانا حتى اتصلت عليك بخصوص كسر الضلع من يومين. طيب يا عبدالله. انت رقمك اه اخر كم يا عبدالله? اخر 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 رقم بس. واحد تسعة ثمانية. ماشا عبدالله. طب ثواني يا عبدالله. ان شاء الله يا شيخ. طب عبدالله بالله تبعت لي رسالة الان يا عبدالله. ابعت لي رسالة الان عشان ابعت لك رقم. انا مركز يا شيخ ثواني بس. يلا. يلا يا عبدالله. جزاك الله خير يا حبيبي. وفي توصل بيننا غدا ان شاء الله يا عبدالله تأتي سنم واحد بإذن الله يا حبيب جزاك الله خير يا عبدالله في أمان الله يا حبيب إن شاء الله شفت يا علاء بيهداد العقلاء إزاي يا علاء ابعت لرسالة عبدالله إن شاء الله في تواصل بنا بإذن الله بعد أن تعود من المدرسة إن شاء الله أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تبغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد